لمة الدنيا وذهبت شمسها وأفل قمرها فوالله لم يأتي إلا ساعة وصيحة وكبر وقوة وقهر وثورة يبدل الله بعدها تبديلا فيأتي من ظنيته كان على الرف يقودكم حتى يدرك الإمام فيقتتلان مع الإمام العبادي والمالكي لم تتطرق لهم تطرقت بجفرة مجفرة قلت فيأتي من لا يظن الناس أنه يأتي المالكي طبعا لو بقي يوما واحدا في العراق يأتي المالكي رئيسا لو بقي يوما واحدا عن عهد عهدت لو بقي يوما واحدا ولكن أنا قلت كلام المفروض يفهمون الناس ستتقاتل هذه الكتل بينهم الكتل كلها تتقاتل بأمر من الخارج هذه الكتل الموجودة الآن الحزب الفلاني الكتلة الفلانية ستضج الناس بهم وليكتبوها عن الناس أو قد غاية ما أقدر أحكيها بس خلنا أحكيها سيتقاتلون بينهم لتقاسم العراق وسيفرض عليهم تقسيم العراق لا أريد أن أقول ولكن خلنا أحكيها ولكن الله يمكر لنا وهم يمكرون ومكروا الله شديد يريدون تقسيم العراق إلى محافظات ضيقة